بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المستليم مرحبا بكم مرة أخرى دائما في إطار تكوينات المجانية المتعلقة بالجوجيبرا سأختارف عليكم اليوم إن شاء الله طريقة لرسم دائرة بصفة ديناميكية وسبق لنا كما تعلمون تطرقنا إلى إنشاء قطعة بطريقة سين ديناميكية إنشاء نصف مستقيم ثم إنشاء مستقيم توقجة اليوم الضور على الدائرة لأجل ذلك سنذهب إلى شريط أدوات خاصة بالجوجيبرا سنذهب أولا إلى النقطة A وكما تلاحظون سنضغط في شاشة الجوجيبرا سنحصل على هذه النقطة وبعد ذلك الحال كي نقوم برسم دائرة نحتاج إلى شعاع أو إلى نقطة إضافية التي تمر عبرها هذه الدائرة سأضغط مرة أخرى سأحصل على نقطة ما ترينهما سنمع الجوجيبرا بالنسبة للدائرة التي سنقوم بإنشاءها قلت بأنها ستكون بطريقة ديناميكية وكأننا سنقوم برسمها باستعمال البركار لأجل ذلك سنحتاج إلى ذلك سنذهب إلى كورسور سأضغط في شاشة الجوجيبرا وتظهر لي هذه النافذة سأترك الاسم كما هو A بالنسبة للقيمة الدنيا كما فعلنا سابقا ستكون هي السفر القيمة القصوية ستكون هي واحد وبالنسبة للنك خيمون كما فعلنا سابقا سأكتبه سفر فصائل سفر سفر واحد ثم أضغط على أوكي الآن كما تلاحظون فإن الجوجيبرا قام بإنشاء هذه الزالقة الزالقة التي أمامنا وسنقوم بإنشاء صورة النقطة C بالدوران الذي مركزه A وزاويته بطبيعة الحال ستكون هي 360 درجة لكن هذه الزالقة ستكون متغيرة من سفر إلى 360 هكذا سنفعل سنذهب إلى هذه الأيقونة هنا عبر شارية الأدوات الخاصة بجوجيبرا تلاحظون بأن هذه النفذة تحتوي على مجموعة من الأوامر سمتخي أكسيال سمتخي 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 إلى أخير سأضغط على غوتاسيون ثم أذهب إلى النقطة C التي سنقوم بإنشاء صورتها مركز الدوران الذي سنستعمله سيكون هو A والآن تظهر لنا في ذا تطلب مننا إدخال زاوية الدوران ما هو قياس الزاوية التي سنستعمله في هذا الدوران بطبيعة الحال حتى تكون هذه العملية التي نقوم بها عملية ديناميكية سأربطها بـ A سأكتب A في 360 درجة سأدعو هذا الخيار كما هو صنص انتي وغير عكس عقارب الساعة ثم أضغط على OK ستلاحظون بأنني سأحصل على صورة النقطة C بالدوران الذي مركزه A هذا الجوجيبراقام باسمية C فتحة إذا قمت بتحريك الزاوية إذا قمت بتغيير كما تلاحظون هنا عندما أقوم بتغيير قيمة هذه الزاوية فإن النقطة C فتحة تتغير قبل الحال المكان النقطة C فتحة تغيير تبعا للقيمة التي تأخذها هذه الزاوية عندما تكون A في صف فإن أحصل على النقطة C منطبقة مع الصيف هناك دوران لكن زاويته هي الزاوية العديمة سأحصل على النقطة C عندما تكون A في واحد فإنني أحصل على النقطة C فتحة ونقطة C منطبقته لأنني قمت بدوران زاويته 360 درجة سنذهب إلى هذه الأيقونة هنا دائما عبر شريط الأدوات سأذهب إلى Arc كما تلاحظون Arc de Cercle لن أذهب إلى دائرة لكن سأذهب إلى Arc de Cercle سأضغط على هذا الخيار هنا كما تلاحظون أحتاج إلى Centre بين قوسين هنا يساعدني هذا الأمر يساعدني في الرسم يطلب مني الضغط على المركز ثم اختيار نقطة C سأضغط على A A هو المركز ثم النقطة C التي سنطرق منها القوس ثم سأضغط مرة أخرى على صفتها لاحظوا الآن عندما أقوم بتحريك قيمة الزالقة لاحظوا معي سأحصل على شبه دائرة هنا سأقول شبه دائرة لأنني عندما أحصل على A تساوي واحد فإن الدائرة ستختفي لاحظوا هذا المشكلة الذي سنصادفه الآن هنا لدي تقريبا دائرة لكن عندما تكون A تساوي واحد فإنني سأحصل على بطبيعة الحال سيفة حوصي نقطتان منطبقتان وبالتالي فإن القوس سيختفي لأجل معالجة هذا المشكل سنذهب إلى شريط الكتابة هنا ونكتب له بأن يقوم برسم الدائرة سترسم لنا الدائرة عندما تكون قيمة الزالقة تساوي واحد عندما تكون A تساوي واحد سأكتبها C A تقال A سنطلب من الجوجي براء أن يرسم لنا الدائرة الساكل يمكننا اختيار بطبيعة الحال الساكل مع أختيار الأول كما تلاحظون في الاختيار الأول ستكون النقطة A والغير ستكون هي المسافة أصل ثم أضغط على انتر لاحظوا الآن عندما أقوم بتغيير قيمة الزالقة هنا وكأنني أرسم الدائرة باستعمال البركار وعندما تكون A تساوي واحد فإنني أحصل على الدائرة هنا يمكنني اختيار طريقة لإخفاء النقطة C يمكنني الضغط على النقطة C فتحة وليس الصي سفتحة كما تلاحظون هنا وأقوم بإخفائها أفيشير أبسي هكذا سأترك فقط النقطة C ثم يمكنني إنشاء شعاع عبر الربط بين النقطة C أو C سأحصل على قطعة كما تلاحظون هنا وهذه القطعة يمكنني أن أجعلها بخطوط متقطعة ثم ذهب إلى هذه الخانة هنا ثم سنقوم بالضغط على هذا المثلث الذي تلاحظونه هنا ثم سنزل هذه القائمة ومن هنا سأختار خطوط متقطعة يمكنني كذلك تخفيف الخط قليل وهكذا أكون قد أنشأت دائرة مركزها A وتمر من النقطة C باستمال هذه الزالقة وكأننا قمنا بوضع شوكة البركار في النقطة A والقلم في النقطة C وقمنا برسم هذه الدائرة بصفة ديناميكية يمكننا تغيير بعض الخصائص متعلقة بهذه الزالقة إذا ضغطنا بزر الأيمن للفأرى واخترنا أنيمي فإن هذه الزالقة عندما تصل إلى القيمة القصوية فإنها ستعود تنازليا إلى السفر وهكذا ستكون بشكل متناوب ستصل إلى السفر وتعود إلى تعود إلى الوحد لا أريدها هكذا سأضغط بزر الأيمن كما فعلنا سابقا بزر الأيمن للفأرى وعبر النافذة التي تظهر على اليمين سأضغط هنا نافذة تحمل بجموعة من الخصائص المتعلقة بهذه الزالقة سأختار التغني هنا المودة سأختار مثلا كخوصة وبالنسبة للسرعة يمكننا كذلك أن نجعلها في ثلاثة ثم نضغط على ونقوم بإغلاق هذه النافذة سنعود إلى الزالقة بالضغط في الزر الأيمن للفأرى ونختار ألي وكأنني أقوم برسم هذه الدائرة بصفة ديناميكية باستمال بيركار شكرا على المتابعة وإلى فرصة مقبلة بحول الله شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة